تقول بأنها يعني هي ولله الحمد تتابع البرنامج تقول حسب ما ذكرت بأنها استفادت ومن جملة ذلك أنها بدأت تواضب على السنن القبلية والبعدية تقول يعني من فترة قريبة بدأت بالكاد أصلي الفريضة وما أستطيع أنني أصلي النوافل ويعني قلت لها ما السبب أنت تعملين أنت قالت أبدا لا أعمل حتى الجهد اللي في البيت جهد قليل وذكرت شيئا قالت بأن أم زوجها تخبر جاراتها يعني بصلاحها واستقامتها تقول من بعد ذلك يعني بدأت بدأ يدب إلي الكسل والفتور اخترانة بارك الله فيك ورضي الله عنك وصلى الله تعالى أن يحميك وأن يحفظك أخت الفاضلة بالنسبة للصلوات المفروضات هي خمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعيشة وبالنسبة لهذه الصلوات المفروضات شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوحي الله مجموعة من السنن التي تخدم هذه الفرائض وتكون مساندة لهذه الفرائض فمن واضب عليها واضب على الفرائض جزما ومن أخلى بها أخلى بالفرائض جزما سواء من حيث الوقت من حيث الخشوع من حيث مساء الكثيرة ولذلك أخت الفاضلة هذه النوافل لسيما السنن القبلية والبعدية هي خادمة للفريضة وفيها الثواب والأجر العظيم نبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة هذه مسألة لا بد أن تنتبه لها المسألة الثانية أختي الفاضلة بالنسبة لحياة الإنسان يمر الإنسان بإقبال وإدبار بارتفاع وباتضاع بنشاط وبكسل هذا اللي يسمى الفتور اللي يتعرض له الإنسان والصحاب رضي الله عنهم شكوا من هذا الفتور فهذا حنظلة رضي الله عنه شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الفتور ولكن كان في مسائل لم تصل إلى هذا الحد يقول يا رسول الله إذا كنا عندك تذكرون الجنة والنار كأنها رأي عين حتى إذا عافسنا الضيعات والأموال والزوجات نسينا فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحمضلة لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم ولكن ساعة وساعة والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن هذه طبيعة النفس البشرية إقبال وإدبار نشاط وكسل هكذا ولذلك لا تقلقين يا أختي الفاضلة لا تقلقين ولعلك أنت فترتي في يوم من الأيام أو مثلا أسبوع من الأسابيع وذهب بالك بعيد واستمريتي على هذا الكسل ولذلك عودتك إلى السنن هذا مهم جدا خاصة وأنك ذقت حلاوة هذه العبادة والطاعة مسألة ثالثة قد يكون للجارات دور في قضية الحسد أو العين مثلا فيعني ممكن زوجة عفوا ممكن والدة زوجك بحسن نية وبقصد سليم أرادت أن تثني عليك وتمدحك لكن الناس مثل ما يقولون ما يعطون خير يعني ربما حسدوك أو ربما أعانوك فهنا هل تستسلمين الجواب لا وإنما تقومين بالرقية الشرعية وأعظم سورة من سور القرآن مؤثرة في هذا الأمر سورة الفاتح تقرأين على نفسك سورة الفاتح بارك الله فيك وأيضا القواقل الأخيرة من القرآن وتعتنين بأذكار الصباح بأذكار المساء ستجدين نشاط وقوة بإذن الله جل وعلا ولو حصل تخبرين أم زوجك أنها تجيب من وضوء جاراتها من وضوء جاراتها ما في بأس قولي تقول لهم إحنا عندنا يعني مشكلة بسيطة وحابين كلنا توضينا والدة زوجك تتوضى وبقية النساء وتغتسرين بهذا الماء قد تكون هناك عين وهذا أسرع علاج وهذا لا يعني أنك تتركين الرقية بارك الله فيك وحرصي أختي الفاضلة على أنك يعني لا تستسلمين لمثل هذا الأمر لأن هذا قد يعود على الفرائض بالخلل ولذلك احرصي على السنة اغصب نفسك غصب حقومي حاول أن تنوعي أيضا من العبادات قراءة القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى القراءة في التفسير القراءة في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم مع هذه الوصايا التي يعني وصيتك بها قراءة القراءة